أحياء مكتب تنظيمات محافظة الدهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني ذكرى رحيل الأب الروحي للأمة الكردية الخالد مولا مصطفى بارزاني خلال مرسيم حضرها عدد من مسؤولي المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب إلى جانب شخصيات حكومية وإدارية في المحافظة عندما نتكلم اليوم عن سيرة رجل عظيم مثل البرزاني الخالد فهذا يؤكد خلوده بيننا البرزاني لم يكن رئيس حزب فحزبه بينما كان البرزاني مرشد أمة كاملة وهو المرشد الوحيد الذي استطاع أن يوحد كلمة وصف الكرد في كردستان العراق من زاخو إلى مندلي وكان له ثقل في أجزاء كردستان الأخرى فإنهم تقبلوا بمرشدية البرزاني الخالد حتى عندما تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا اتخذ البرزاني رئيسا فخريا للحزب وكذلك في كردستاني تركيا إذن كان البرزاني رمزا لوحدة الكلمة وصف الكرد والكردستاني وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني فقط وليس للكرد فقط بل كان مقره المتواضع مأوى للتركمان والآشور والكلدان والمسلمين والمسيحيين والأيزيديين وحتى العرب الذين لجأوا إلى البرزاني الخالد بسبب نضالهم السياسي لذلك من المهم أن نقتنم هذه المناسبات للسير على نهج البرزاني الخالد إن هذا النهج ليس شعارا بل هو إيمان وهناك من يقول إنه عقيدة أو مبدأ لكن في المحصلة ليس شعارا بل إنه فعل إنه عقيدة أو مبدأة بس هموه نشعارا كريارا